لذلك الأئمة الكبار اللي وصلوا دول قلت له كتير أوي كررت قصة الإمام الجويني إمام الحرمين كان الإمام الجويني رحمه الله شيخ الإسلام إمام الحرمين صاحب كتاب الغياثي وصاحب الكتب العظيمة الإمام الجويني أبقى مرة أجيب لكم ابن الجوزي نقل عنه مناجاة حلوة مع الله عز وجل نبقى نقولها مرة إن شاء الله الإمام الجويني كان مناظر وكان هو متفوق في علم الكلام والمناظرة والمجادلة على مذهبه كان إماما كبيرا فالشاهد إيه إنه في مرة كان إذا تكلم كالبحر الهادر كالموج يهدر كده ففي مرة وهو يتكلم ويهدر بالكلام تجأة تلجلج وانقطع فنكس رأسه وبكى وسكت السعى ثم رفع رأسه وقال أنا أعلم سبب هذه اللجلجة تلجلج قال أنا أعلم سبب هذه اللجلجة حدثني أبي أنني كنت غلاما رضيعا إن شغلت عني أمي ببعض أعمال البيت فبكيت على صراخي ودخلت أمه لجار لنا فوجدتني أبكي فحملتني وألقمتني سديها أرضا ودخل أبي فهجم عليها ونزعني منها وقال أنت أمه لجار لنا ولبنك لا يحل إلا بإذنه ثم دادخل أصبعه في فمي حتى تقيأت اللبن الذي رضعته ولكن بقيت في بطن مصة هذه اللجلجة سببها تلك المصة مصة من وجه فيه شبهة لجلجة الإمام عرفت بقى سبب اللجلجة اللي أنت في حياتك يرحم الله الآباء والأمهات يرحم الله الآباء والأمهات ودي اللي قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهوداني لما كنت بقول لكم دلوقتي إن من صفات النساء الإلحاح كتير من الرجال النهاردة فيهم الصفة بتاع النسوان دي فيهم الإلحاح لحول فلذلك يحتاج الإنسان عشان ينجح أن يربى منذ ولادته على هذا الاعتدال وعلى هذا التوازن وأن ينشأ في هذا الجو ترجمة نانسي قنقر